يعني طبعا سعيدة جدا جدا ان انا في جرش وفي الكواليس ومع حبيبة قلبي الصوت اللي بعشاؤه الصوت المصري الجميل المشرف في كل المحافل العربية ريهام حبيبة قلبي اللي منورها النهاردة منورها جرش حبيبتي انت اللي منورها يا فوسي وطبعا مهرجان جرش يعني اشهر من نار على العالم اي فنان يتمنى يكون موجود في مهرجان جرش طبعا واكيد النهاردة هتطربينا وهتسعدين ومحضرة بقى اغاني جمدة كده للجمهور الاردني اكيد والله يعني الجمهور الاردني من احب الجمهور لقلبي وانا باجي الاردن من وانا صغيرة جدا وبحبهم جدا جمهور سميع وبيحب الاغاني القديمة المصرية والطبعا المتنوعة جدا وزقهم راقي جدا جدا يعني طبعا اللي انا عايزة اقوله ان هي كتلسة في الرياض في جدة كتت عاملة حفلة جميلة جدا لحبيبة قلبنا كلنا العظيمة وردة جزائرية وهي عملت ليلة من اجمل الليالي وكت اتمنى بجد ان انا اكون معاكي كت انا في الرياض وكت بتبعاكي والله لان انا من عشاء وردة ومن عشائك فقلت اكيد ليلة دي كانت هتبقى غير ليكي هي فعلا كانت ليلة مميزة جدا جدا ويعني الحقيقة العملاقة وردة بتستاهل مننا التكريمات الجميلة وبنشكر طبعا المملكة العربية السعودية على تكريمها للفنانين العظماء المصريين ومن العالم العربي كله طبعا يعني كانت ليلة جميلة وحشتينا بوسي كان في سنة تبقي معنا نفسي ان شاء الله لالي كتير في السعودية ان شاء الله باذن الله ان شاء الله من السعودية لاسكندرية وكان في حفلة نكحة جدا مكسرة طبعاك يوم زاكرة جا بزاكرة لا ومبسوطة منك ان انتي كمان بقيت على السوشال بيديا دلوقتي تحتمي كنتش بتحتمي كنتز علي صح انا يعني كان عندي سنة بقى خجل كده دايما وبحب اكون شوية بعيدة عن الاضواق بس لا ابتديتها هتم الحمد لله ولقيت ان لا لازم الواحد يتواصل مع انا متابعك بقى على السوشال بيديا صح عارفة الحفلات كلها وانا بشوف من لايفاتك كل حاجة في الدنيا حفلة اسكندرية برضو قابلتي جمهور اسكندرية كان في حفاوة كبيرة جدا جدا جمهور اسكندرية من الجماهير الجميلة المتعطشة دايما للاغاني وللسلطنة والحقيقة دايما بيستقبلونا استقبال رائع يعني بكت حفلة بجد جميلة جدا النهاردة بقى حاجة مختلفة جمهور مختلف مصرح مختلف الليلة كلها مختلفة اولا معاكي كمان مطرب عظيم محمد جبالي من تونس وبين الاصوات الجمدة جدا يعني انا بشوف هنا في جرش هما بينقوا الاصوات الحلوة مبارح كان الليلة كانت فضيعة كلها اصوات طحفة وكان الاستقبال فضيع فزاقت كمان الجمهور اللي هنا جمهور مختلف فمحضرة نفسك ازاي بعد النجاح الحفلتين والله انا يعني بحب الجمهور الاردني فبحس ان انا بقابله يعني بتلقائية جدا بغنيله من كل قلبي وهما دايما بيستقبلوني بحفاوة كبيرة فيا رب النهاردة الحفلة تبقى على المستوى اللي يليق بالفن المصري الجميل والشعب الاردني الجميل وزي ما حضرتك قلت يعني محمد الجبالي بقى من تونس بيمتعهم دلوقتي فاكيد ليلى كلها جميلة يا رب نسو محضرة لهم ايه ايه الاكتر الاغاني اللي بتحسي من خلال السوشال بيديا وتواصل السوشال بيديا ان هما بيحبوا الاغاني ديت فحضرة هل هتغاني مكلسوهم اغاني ليكي كمان دخل الحفلة رايح لفلسطين فهل هتغاني اغاني لفلسطين والله هو يعني احنا طبعا المهرجان من احلى الحاجات فيه انه هو بيدعم القضية الفلسطينية طبعا ودي حاجة كبيرة جدا انا محضرة يمكن بروجرام منوع ما بين اغاني ام كلسوهم ونجاة ووردة ويعني تنويع زي ما بعمل دايما وطبعا اغنية خاصة بي ويعني ما الحقناش المرة دي قوي نعمل حاجة لفلسطين ولكن انا قريدي عندي اغنية لفلسطين يعني كنت اتمنى طبعا اقدمها ولكن دي الوقت هو اه طبعا اه للاسف على اننا عملنا بروفا واحدة للاسف اه الحمدى ندنها لهم احنا دلوقت نقولها لهم بصوت لو حفزان طبعا اه طبعا يعني احنا برضو سمعنا كل اخوتنا النهارة يعني نقول جزء صغير سلم يا رب وفك قرب اخوتنا صبر قلبهم اطفال جمال ملهمش زم عجل يا رب بنصرهم اهزم بهم من حقهم يعيشوا في امان زينا دي ارضهم وده حلمهم عيشينه من سبعين سنة يعني اللي مات غرقا في دمه واللي ابنه مات قدام عينيه واللي فارق حضن امه وتلمي شامل البيت تعلي ده زنبه ايه يا اغنية طويلة الله يعني كنت اتمنى تغنية النهاردة كنت هتفرق كتير يعني حتى اقول لهم جزء على المسرح بقلايف كده من غير مزيكة من غير حاجتي صوتك مش بحتاج مزيكة ما زيزي ربينه ايخ اللي هي ارو